عايزين نعرف من حدوتك أي يعني هالكلام كابتن طيار محمود ده بينذر بوجود مشروع ممكن أن يحصل الفترة المقبلة لدمج كافة الأحزاب علشان خاطر خلق مناخ سياسي جديد نص الدمج الأحزاب وعملية دمج الأحزاب في الحياة السياسية في مصر لا يأتي بقانون وإنما يأتي بإرادة ولكن لا يأتي بقانون لا يأتي بقانون ومأكد على الكلمة دي مرة تانية لا يأتي بقانون لكن يأتي بإرادة صحيح في الحال الدولة المصرية والسياسية موجود فيها أكتر من 109 حزب ونعم أنا أجد أن برامجهم بالفعل متشابهة في منهم يعني أكثر الأحزاب منها برامج متشابهة وأهداف متشابهة طيب الأحزاب الذي ترى في نفسها أنها تندمج هي ممكن تقعد مع بعضها وتندمج أما قصة السيولة الحزبية الموجودة في الشرع لا تقلق تماما لكن فيه جزئية بسيطة أنا عايز أتكلم عليها ألا هو دور لجنة شؤون الأحزاب من المفترض أن كل حزب سياسي له لائحة وله ملف في لجنة شؤون الأحزاب على لجنة شؤون الأحزاب أن تتابع هل الحزب السياسي ده بيمارس دوره أم لا هم له مقرات مفتوحة أم لا هل بيقوم بعمل المؤتمر العام الخاص به أو اللجنة العليا بتاعته كل خمس سنوات طب إذا هذا الحزب لم يقوم بعمل المؤتمر العام بتاعه وليست له مقرات ولا يمارس دوره فعلى لجنة شؤون الأحزاب أن تتخذ ضده الإجراءات القانونية سؤال عمرة أنا أخذ من كلام حضرتك وحنروح للدكتور محمد هو علشان يبقى فيه قوانين وتشريعات ويبقى فيه مناخ سياسي الحقيقة صحي ما هي المعايير التي يجب أن تتوفر في عضو مجلس الشيء؟ أنا هنا محتاج المعايير التخصصية ذات التخصص ذات الخبرة ذات النظرة الشمولية سواء في السياسة أو في الاقتصاد أو في الرياضة أو في الإعلام فنيدي زي ما أنت عاوز فبالتالي من هنا أنا محتاج اللي هي المعايير أول حاجة يكون المعايير اللي هو القانونية اللي هو ألزم القانون بيها مثلاً اللي راجل اللي داخل ده يكون شريطة أنه هو يكون مؤهل عام دي بتختلف عن مجلس النواب فهنا أنا ألف في المؤهل عام ثانياً موضوع الخبرة يكون ليه مجال هو متخصص فيه هو ليه مجال أثر فيه مجال إيجابي احتل فيه منزلة ومرتبة معينة فبالتالي يقدر يمثلني عشان هو هيكون معاون وهو هيكون السينك تانك أو بنك الأفكار اللي من خلالها هسهل على مجلس النواب مهمته وأقدر أنجز في التشريع وهيبقى عندي قوانين أكثر جودة من أما تكون معتمدة على غرفتين من أما تكون معتمدة على غرفة واحدة يعني هنقول إن الحياة سياسية في مصر ما بقيتش مقتصرة على كبار السن لا الشباب وفكرة الشباب وفكرة تمكين الشباب كان حلم وأصبح واقع شايف إن ده حياخد قبول من الناس بنسبة قد إيه في المرحلة المقبلة أولا حتة موضوع الشباب دي يعني هي في الشباب خد فرصة كبيرة جدا في عصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي آمن فعلا بالشباب وقدراتهم وما بقاش تمثيل الشباب وتمكين الشباب شكل كومفلاجي صوري إن هو بنتعم به الصورة لا ده بقى فعلا على أرض الواقع بقى فعلا الشباب متوغل في الحياة السياسية والسلطة التنفيذية وزي ما شرحوا زملائي موضوع تمكين الشباب في حتة نواب المحافظين وإن شاء الله بده مقاطع لإحنا بنتشرف إن إحنا نكون إن شاء الله يعني يحصل نصيب بإذن الله ونخش مجلس الشيوخ نتشرف إن إحنا نكون ممثلين عنهم في مجلس الشيوخ من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقايمة من أجل مصر تقبل الشارع لفكرة الشباب بقت فكرة إيجابية جدا لأنه حتى من اسمه وكله وإيلك الشيوخ إنهما كبار السن كبار السن هم جيل الحكماء جيل الخبراء محتاجين الديناميكية محتاجين الشغلة على الأرض فبيحصل التكامل ما بين جيل الخبراء وجيل الشباب ليبقى أظهر نفسي بشكل أحسن وبشكل أوقع سيد محمد عزمين عايزين نتكلم معارضك على شكل مفصل عن أهم مواد قانون مجلس الشيوخ وأبرى صلاحياته طيب خليني في البداية كنت عايزة أضيف إضافة على كلام الزملاء فيما يخص التنوع أو فكرة القائمة أنها تضم 11 حزب ويبقى ممثل شكل من أشكال المعارضة إحنا في مرحلة جديدة دلوقتي بنتكلم في مفهوم الرأي إن أصبح ما بقاش فيه رأيين يعني إحنا كنا دمان متعودين فيه رأي والرأي الآخر ويبقى فيه مسألة تقبل الآخر لأ فيه آراء الجميع وتقبل الآخرين فيبقى مجرد المعارضة مش مجرد أننا لاتجاه المضاد لهذا الرأي فقط لا أنا مجرد يعني على اختلاف بقى الأشكال بتاعة المعارضة فنلاقي شكل من أشكال اليسار فهذا هو السبب اللي خلانا يبقى فيه شكل من أشكال التعاون بين هذه الأحزاب مع اختلاف تياراتها ومع اختلاف أيدولوجياتها ومع اختلاف اتجاهها داخل الوطن لكن كلهم يبقوا متفقين زي ما الزمل قالوا على الثوابط الوطنية أو على الهوية وشايفين الظرف اللي البلد فيه بالتالي بيبتدوا يغلبوا المصلحة العامة أما بالنسبة لاختصاصات ومواد القانون في مجلس الشيوخ طبعا القانون 141 اللي صدر في سنة 2020 اللي بيتطرت لمجلس الشيوخ الحقيقة اتكلم في المادة 87 عن اختصاصات المجلس اللي بيتكلم فيها عن كلام مهم للغاية ممكن الناس في بعض الناس أو بعض المواطنين ممكن تشوفوا بشكل يعني عامي كده أو بشكل على انه كلام تعبيري أو كلام انشاء زي ما بيقولوا لكن انا شايفوا كلام مهم للغاية ولازم نقف قدام وزي مشرع اما بيقول ان مجلس الشيوخ هو المنط بيه او مسؤول عن توسيل دعائم الديمقراطية عشان الشعب بيفهم يعني ايه دعائم الديمقراطية وازاي انا اعزز الحقوق والواجبات والحقوق الاجتماعية وتطرق الى المجتمع او اعزز الديمقراطية داخل المجتمع كل الحاجات دي مش كلام انشاء او كلام تعبير ده كلام ينم عن دور فعال في مناقشة بقى الخطة للتنمية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وازاي نتكلم فيه نقول رأينا في مجلس في القوانين المكملة للدستور او الاتفاقيات او كل ما يمص حقوق السيادة المصرية القانون بينص في هذه المادة في مادة تمانية بالتحديد ان وجوبي اخذ رأي مجلس الشيوخ في هذه الامور والرأي يكون مكتوب ويرسل ليه لان زي ما قلنا ده مجلس بيضم خبرات في مختلف المجالات سواء اقتصادية سواء علمية سواء امنية سواء اقتصادية فبالتالي رأي هذه الزمرة او هذه المجموع او هذا المجلس هيكون رأي مهم للغاية كابتن محمود انا عايز اخذ من كلام قصد محمد يعني القايمة كده فيها شخصيات مختلفة وفيها ناس مختلفة وفيها رجال اعمال وفيها ناس كتير جدا ده معناه ان الناس تتمن وتنزل علشان خاطر القايمة فعلا فيها ثقل وتنوع مختلف وتنوع فكري وتنوع اقتصادي وتنوع التنوع اللي موجود ده هل فعلا قايمة من اجل مصر منذيها ثقل الشخصات الموجودة دي هو التنوع اللي فيها ده احد الاسرار ان ما فيش قوايم تانية نزلت قدامه يعني هو التنوع اللي حصل وكمية الاخامات اللي موجودة الخبرات المختلفة الكوادر المختلفة المجالات المختلفة التيارات السياسية كمان المختلفة الايدولوجيات المختلفة خلت النهاردة اي حد عايز يعمل قايمة تانية قدامها بقى في موقف صعب جدا طيب دي مش مؤثر شوية عن مشهد الانتخابي هو يعني المفروض ان هي تأثر ولكن في نفس الوقت القايمات والكوادر اللي موجودة مخليا حالة الزخم اللي بقت موجودة في الشارع وحالة الشحن المعنوي يعني برضو خلينا وإلى حضرتك مثال صغير تأكيدا على كلام زميلي مثلا وجود شباب من شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين في القايمة ده حضرتك عدة حافز كبير جدا للشباب لان احنا شباب موجودين على الساحة السياسية بنطلع في الإعلام الشباب شايفيننا انه يعني احنا زي مثلا نقدر نقول رموز ليهم وإحنا برضو في مننا قيادات في أحزابنا معروفين في الشارع معروفين في المحافظات كلها فتيجي النهاردة ده كان فيه سؤال بيطرح نفسه أنتو إمتى هتبقوا في مكان يعني أنت النهاردة أنا شايفك أنت اللي بتدفع عن الدولة أو بتتكلم أنت إمتى هتبقى في مكان فلما يشوف الرمز بتاعه موجود في القايمة هو خلاص بقى عنده حافظ أن هو نفسه ممكن يبقى في المكان ده في يوم من الآيام الموضوع ما بقاش صعب نقول لهم إيه بقى في الجزئية دي لو أنت زي تبقى في المكان ده هو شاف كويس قوي أن الرمز بتاعه اجتهد اشتغل عمل مجهود عشان كده حتى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عملت مبادرة مهمة جدا يمكن ما حصلتش قبل كده أن كل واحد من أعضاء التنسيقية داخل القايمة بيعمل فيديو تعريفي عن نفسه بدأ إزاي عاش إزاي إيه الحاجات اللي عملها في حياته وإيه الخطوات اللي عملها لغاية أنه هو قدر يوصل هنا